نبدأ مباشرة بطريقة تعامل البنوك بشكل عام مع هذه الأوضاع الاستثنائية يعني ما هو برأيك الخطر الأبرز الذي يواجه البنوك المركزية عالمياً في الفترة الحالية تحديداً؟ خلينا نقول الخطر أصلاً نعرفه إيه بالزبط عشان الأول نقول إيه الخطر اللي نتعرض له البنوك دلوقتي الخطر هو ببساطة جيدة عشان أبساطة على مشاهد حضرتك حاجة بتعوك تحقيق الهدف تحقيق الهدف للبنوك المركزية مثلاً هو تحقيق الهدفه إيه؟ عايز حاجة أولاً استقرار البنوك ضمان أن رؤوس الأموال للبنوك تكون قوية الصمعة الجيدة للجهاز الإيه؟ المصرف ده بالنسبة للخطر بأي خطر هيعوق هذا هنا هو ده اللي بقتدى يشتغل عليه يعني كشخص عادي أتصور أنه ربما يكون أكبر خطر لأي بنك أنه العملاء يطالبوا بمثلاً ودائعهم أو أنهم يسحبوا فلوس وما يلاقوش الفلوس دي وطبعاً هو البنك عشان كده حضرتك البنك بيعمل إيه؟ البنك بيشتغل تحت دوابط دوابط تحت البنك المركزي ومن خلال تشريعات بتضمن بتضمن حضرتك بتضمن أن الفلوس المضيعين في أي وقت احتاجها هيلقيها تمام؟ طيب بسط الموضوع برضو لحضرتك للمشاهدة يعني إيه خطر زي ما بقول لحضرتك عشان يعوق البنك لتحقيق أهدافه اللي هي ثلاث حاجات رئيسية محافظة على رأس مال البنك أموال المدعين صمعت البنك طيب حبينا البنك هنا يبتدي يوسع في شغله هيبتدي يعمل ينتشر بمكينات ATM سواء في مولات تجارية مثلاً فرضاً أو هيشتغل على مكينات عربيات متنقلة طيب اللي هيعمل كده البنك وهيشتغل إيه اللي هيضمن استمرارية العمل هل هيشتغل مثلاً على خطوط تليفون أرضي مثلاً في منطقة ممكن تكون الدنيا معرضة فيها شيء من ضعف الخطوط الأرضية فبالتالي أنا محتاجي عشان أستمر في نشاط البنك ده خط بديل عشان احتمال كبير لو ده تعطل البنك إيه الخدمة ما تتعطلش وبالتالي ما تأثرش على صامعة الإيه البنك البنك نفسي دي لقطة فدي من الأمور اللي حتى إدارة المخاطر في أي بنك بتدرسها بيدرسها طبعاً حضرتك دي بتتحوت لها بتتحوت لها دي لقطة في مثل هذه الأوقات التي نعيشها الآن يعني ما كناش نتخيل أن احنا هندخل في أزمة من هذا النوع بين دولة كبرى وما بين الدولة الغربية إيه هو اللي بيحصل جوه البنوك يعني هل بتدرسوا هذه السيناريوهات التي تكاد تكون خيالية يعني غير متصورة لا لحضرتك ده لازم يكون موجود السيناريوهات لاحتمالات ودي أحداث خارجية أحداث خارجية ممكن تأثر على دخول البنوك أو استمرارية شغلها فبالتالي كل ما هو بيشتغل عليها أكتر كل ما هو هيضمن استمرار إيه؟ طب استمرار عمل البنك في حاجة زي طيب هنجي هنا نقول مثلا لأزمة الحالية اللي حصلة ما بين روسيا وأوكرانيا أسار تزيع البنوك هنا في ضفق إيه اللي حصل في الأزمة الروسية والأوكرانية على البنوك هنا لازم أعنيش ناسف لو أمكان آه بس عشان كوني إيه السؤال تاني معنش لا بس أل حضرتك عن يعني اللي بيحصل أو بيجري دخل البنوك وإدارة المخاطر تحديدا يعني إحنا في هذه الأيام أو ربما من سنتين ما كناش نتخيل وجود وباء بحجم كورونا أيوة حضرتك ولكننا نتخيل حدوث أزمة بهذا الحجم ما بين القوى الكبرى في العالم في هذه الحالة روسيا والدول الغربية بمثلة حاجزة حاجزة الوباء اللي حصل كوفيد 19 ده حصلت من بنوك كانت من أسرع البنوك تاخدت فيها إجراء عندنا البنك المركزي عمل لجنة أزمات للتحوط لإيه لتلك المشكلة بمعنى أن أنا أضمن استمرار عمل البنوك خلال الأزمة بتوفير السيولة لكل العملاء فابتدأ يعمل خطط إزاي؟ حافظ على العملاء وحافظ على الموظفين من خلال تطبيق حاجة اسمها تخفيض العمالة دي نقطة الدخلنا في التكنولوجيا البديلة اهه اشتونا هي منتجات هايتك سواء وسعنا شغل الاتم المنتجات اللي هي اللي بتعتبر زي ما يقول لحضراتك كده إيه إن أنا عايز العميل ما يباش فيست وفيست مع اللي إيه مع الموظفين ده طبعا كان وقت كورونا كان واضح جدا اه 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 والعمل من المنزل بالنسبة لموظف البنوك وموظف البنوك ده اللي حصل بالفعل فبالتالي ده كله دعم الموضوع ده البنك المركزي من خلال إدارة المخاطر فين؟ في البنوك عشان يضمن استمرارية إيه بتطبيق اسمها خطة استمرارية الأعمال اه خطة استمرارية الأعمال طيب في أزمة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وعدم تأكدنا من يعني نطاق هذه الأزمة أنا أتحدث طبعا عن النطاق الزمني اه إيه اللي ممكن تتخذ البنوك المركزية في مثل هذه الأحوال؟ اللهي حضرتك الوقتي البنوك المركزية تأثرت سواء بعوامل كتيرة في الموضوع ده أول حاجة هنا الموضوع بين الدول اللي حصل فيه عدم البنوك الدول اللي هي اللي حصل على العقوبات مع البنوك بقى هنا في البنوك تأثرت أيوه أو المؤسسات اللي موجود فيها الدول دي اتأثرت بشكل الموضوع الأخرى صحيح فبالتالي هي عايزة تحافظ لها على إيه؟ أه على أن الأنشطة دي تستمر أيوه ده اللي حصل في البنوك فابتدت تدعم لإيه؟ التدعم الشركات بلإيه؟ بوسائل تانية تقدر تستمر معها إيه؟ مشاطر خلينا نفهم من حضرتك يعني الإجراءات اللي اتخذتها مصر وأيضا مسألة التوافق مع قواعد بازل ثلاثة فيما يتعلق برأس المال الخاص بأي بنك تمام حضرتك إلى أي مدى نجح هذا في امتصاص الأزمات الأخيرة التي شهدها العالم؟ جات بازل الثلاثة حضرتك بان الأزمة العالمية 2008 ومن ضمن بازل الثلاثة من قراراتها تدعم أول حاجة راس مال البنوك بتقويته تاني حاجة والإشراف زادة الإشراف الرقابي على البنوك عملت حاجة الثالثة الإفسح والشفافة وده اللي زودته الوقت حضرتك الإفسح والشفافة بتلزم كل بنك في فترة معينة إن يفسح عن كل ما بيدخله في خلال التقارير المالية بتاعته وهنا البنوك المركزية ويمكن البنك المركزي عندنا في مصر عمل عادة تبويب للميزانيات بتاعت البنوك بالشكل اللي تبان يفسح عن البنك الجميع الأطراف الخارجية اللي هي أصحاب المصالح يعني يقدر أي شخص يفهم اللي جوا البنك إيه اللي جوا البنك إيه دي النقطة تاني حاجة رؤوس الأموال تدت تتقنن بقوانين عندنا قانون البنك المركزي الأخير 194-2020 لحد الأدنى الرأسي المال للبنك ما يقلش عن 5 مليار جنيه ليه؟ ليه يمتصر إنه هو خط الدفاع الأخير لمتصاص أي خسائر فيه فيه تحصل للبنك شكرا